عودة طوعية للنازحين وعيش بأمن وكرامة آخر هموم حكومة السودان ومن سبقتها من الحكومات في ظل سعيها لتحقيق أي منجزات وإن كانت مزيفة وستلحق الضرر بآلاف العراقيين فبعد نحو عشرة أعوام من تشريد ملايين العراقيين تحدد وزارة الهجرة والمهجرين العاشر من الشهر المقبل موعدا لإغلاق ملف النزوع في عموم العراق مبررة إجراءها الذي وصفه حقوقيون بالتعسفي بأن العائلات غير العائدة اندمجت في المناطق التي لجأت إليها فيما استثنت الوزارة مهجري جرف الصخر من القرار إلى حين حل ما سمتها الإشكاليات الخاصة بمناطقهم دون أن تجروا على الافصاح علنا بأن الإشكال سببه سيطرة ميليشيات تابعة للحجد على منطقة الجرف تمنع عودة العائلات المهجرة إليها القرار الحكومي بإغلاق ملف النزوع يأتي على الرغم من أن نحو 90% من منازل النازحين الذين لم يتمكنوا إلى اللحظة من العودة إلى مناطقهم الأصلية غير صالحة للعيش بحسب ما أقرت به لجنة الهجرة والمهجرين أن يبيع شهر الماضي مؤكدة وجود أجندات سياسية وأقليمية تمنع العودة مختصون بمجال حقوق الإنسان انتقدوا القرار الحكومي بغلق ملف النزوع دون توفير البيئة الآمنة وظروف العيش الكريمة مؤكدين أن أكثر من 400 ألف عراقي ما زالوا مبعدين عن مدنهم بقرار من الأحزاب وميليشياتها المسلحة وما تأكيد المسؤول الأمني لميليشيا حزب الله أبو علي العسكري من أن عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية سواف العوجة والتكريت وأمرلي وبلد وأبغريب وجرف الصخر والقرمة ومناطق البونمر وسنجار فضلا عن مثيلاتها هي حلم محال تحقيقه في دليل يشي بوضوح إلى خضوع ملف النزوح للمساومات السياسية وابتزاز الميليشيات السمرار ملف النزوح في العراق أسقط كل أعذار ومبررات الحكومات المتعاقبة فأعمار المناطق المهدمة ما زال عالقا وسيطرة الميليشيات على مناطق النازحين تمثل واقعا يناقض كل الوعود بإنهاء أزمة لطالما استخدمت للترويج الانتخابي والحزبي